اتسع صباحا السابع بتوقيت جرينهت شاموكازون اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم عاد رئيس عبدالفتاح اسيسي الى ارض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وخلال زيارته لباريس التقى رئيس اسيسي نظيره الفرنسي امالوين ماكرون كما شارك في احتفال اليونسكو بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها وعقد عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان هناك توجهات من الرئيس عبدالفتاح اسيسي بضرورة اعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية بالسويس وفي تصريحات صحفية خلال زيارته للمحافظة نوها مدبولي بخطة طموحة لرفع كفاءة كل الاحياء السكنية القديمة القائمة داخل مدينة السويس كاشفا عن الانتهاء من انشاء اكثر من 13 الف وحدة سكنية من المرحلة الاولى بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين اكد المتحدث الاقليمي باسم الخاريات الامريكية سامول ويربرغ ان الحوار الاستراتيجي بين مصر وامريكا فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين وخلال تصريحات متلفزة قال ويربرغ ان الولايات المتحدة تعمل مع مصر في العديد من الملفات وتتعرف على رؤيتها في الملفات الاقليمية تبنى مؤتمر كوب 26 للمناخ ميثاق غلاسكو الهادف الى تسريع وطيرة مكافحة الاحتباس الحرارية ولكن من دون ان يؤكد ابقاءه ضمن صقف واحد ونصف درجة مئوية ولا لتلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة جاء التبني النهائي للنص بعد اسبوعين من المفاوضات الشاقة وتحذير وجهه رئيس المؤتمر العالمي للمناخ اثرى تعديلات في اللحظات الاخيرة ادخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الاحفورية اعتبرت رئيسة المفاوضية الاوروبية ارسولا فون ديرلاين ان الاتفاق الذي توصلت اليه قمة كوب 26 بشأن المناخ في غلاسكو يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح وقالت فون ديرلاين في بيان ان هدف الحد من الاحترار العالمي عند واحد ونصف درجة مئوية يبقى في متناول اليد كانت رئيسة المفاوضية الاوروبية اعتبرت في بيان سابق ان المثاق غلاسكو الذي تبنته مئة دولة في المؤتمر قد ابقى على اهداف اتفاق باريس لعام 2015 حية من خلال منح الفرصة للحد من ظاهرة الاحترار العالمي عند واحد ونصف درجة مئوية اعلنت وزارة الصحة تسجيل 929 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة واوضحت الوزارة انه تم خروج 543 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم رعاية طبية لازمة والتمام شفائهم لارتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 286891 متعافيا ناشدت المستشارة الالمانية انجلا ميركل جميع المواطنين الالمان الذين لم يتلقوا التطعيم لحصول على لقاحاتهم في اسرع وقت ممكن وخلال خطابها الاسبوعي حذرت ميركل من ان هناك اسابيع وصفتها بالصعبة للغاية تنتظر البلاد بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا هذا وتعتزم المستشارة الالمانية المنتهية ولايتها الاجتماعة مع حكام الولايات لتنصيق الاجراءات على مستوى البلاد الاسبوع المقبل فيما يدرس البرلمان تشريعا من شأنه ان يوفر اطارا قانونيا جديدا للقيود خلال فصل الشتاء لمزيدنا من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع تواصل اجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا لطيب المتابعة فاصل قصير ثم نعود لاستكمال فقرات هذا الصباح كونوا دائما معنا